موسيقى النشط والرئيس من الاقتصادية الأولى إليكم أبرز عنوينها بيانوا سياسة العامة للحكومة المرتقة بعرضه على البرلمان عين على القدرة الشرائية وأخرى على دعم الاستثمار بعد التقدم المسجل الجامعة الجزائرية تطلع لدخول تصنيف شنغهاي في الفلاحة تطمينات جديدة بشأن قطاع الدواج وفي النشر تساؤلات عن خطط الجزائر بخصوص الاحتباس الحرارية وفي روبرتاج اليوم ركود سوق الأثاة تدني القدرة الشرائية من بين أهم الأسباب أهلا بكم مشاهدين إلى التفاصيل بداية ترأس اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير والاستعمال المزور والتموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وتوزيعها كما تناول الاجتماع تقييم الدخول المدرسي والجامعي والتكوين والبحث العلمي في مجال الهيدروجين الأخضر يرتقب أن تعرض الحكومة بيان السياسة العامة أمام البرلمان بغرفتيه من أجل تقييم الوضع العام للبلاد لا سيما في القطاعات ذات الصلاب الاقتصاد ولعل أبرز الملفات التي يفرضها الضرف القدرة الشرائية ودعم الاستثمار وضمان الأمن الغذائي والمائي تقرير هدى جمعي الحكومة الجزائرية وعلى رأسها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على موعد مع البرلمان بغرفتيه لعرض بيان السياسة العامة الوثيقة التي تتضمن معطيات متعلقة بإنجازات الحكومة للسنة فهو من دون شك سيتعلق الأمر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تطبيق أو تدسيد الأهداف التي نص عليها مخطط عمل الحكومة وكذا من أجل إبراز ما تم القيام به من التزامات جاءت في إطار قانون المالية السنوي تحديات راهنت عليها الحكومة أبرزها اقتصادية تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية أهمها رفع وطيرة الاستثمار خارج المحروقات فمن دون أن يبعث استثمار حقيقي في القطاعات الأخرى أو في كل القطاعات الأخرى بما يفضي إلى خلق قيم مضافة تفضي في مرحلة أخرى إلى إرادات يتم توجهها للإنفاق وخاصة للتصدي إلى طلبات التشغيل على وجه الخصوص فلن تكون هناك نتائج حقيقية فيما يتعلق بالتنمية يستشعرها المواطن وبين معالجة مشاكل المضاربة التي مست القدرة الشرائية للمواطن وورقة طريق مختلف الدوائر الوزارية لضمان الأمن الغذائي والمائي يتوقع أن تكون مساءلات النواب للأسف يتوقع أن لا يكون لهذا البيان تأثير إيجابي بشكل كبير على المواطنين أصبح يشكو كثيرا من ترد القدرة الشرائية على وجه الخصوص وبالتالي لن تنفع معه هذه القطابات بتثمين الأجور واحتى المنح الخاصة لأنه في الأول في الأخير لما يواجه نفقات الحياة للمواطن أصبح يرى أن هذه المداخيل وحتى هذا التحيين لا يستجيب مع متطلبات الحياة حدود عرض بيان السياسة العامة لن تتوقف عند مرافقة ومراقبة كافة المشاريع السابقة والجديدة بكل القطاعات بل ستشدد على أن العمل الرقابي سيستمر أيضا من خلال الأسئلة الشفاهية والبعاثات الاستعلامية والتحقيقات البرلمانية في موضوع آخر تتطلع وزارتها التعليمية العالي والبحث العلمي لبلوغ تصنيف شانجهاي الأكاديمي وفق معاييره المعتمدة وذلك بعد إدراج عدد من المؤسسات الجامعية الجزائرية ضمن ترتيب التايمز العالمي محتلة المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا أمير أمكيدش والتفاصيل المعايير المعتمدة في التصنيفات العالمية في الرتب إضافة إلى الجهود التي يبذلها قطاع تعليم العالية تؤهل الجامعات الجزائرية لمواكبة هذه التصنيفات حيث تم إدراج عدد من المؤسسات الجامعية الجزائرية ضمن ترتيب تايمز العالمية واحتلتنا المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا وتطمح لبلوغ تصنيف شانجهاي الأكاديمية تصنيف تايمز والتصنيفات الأخرى والتي ظهرت فيها 23 جامعة جزائرية طبيعة الحال تصنيفات عالمية مرموقة هي مؤشر كبير على أن الجامعة الجزائرية اليوم أخذت التموقع سواء في محيطها الإفريقي باحتلالها المرتبة الأولى إفريقيا وفي محيطها كذلك العربي باحتلالها المرتبة الثانية مؤشرات تبين أن الجامعة الجزائرية بدأت التموقع عالميا وتحقق قفزة هذا العام مقارنة بالعام الفارط مقابل ذلك تسجل مختلف التصنيفات تراشعا للجامعات العربية مقارنة بنظيراتها الأوروبية والأمريكية هيك عن ظاهرة هجرة الأدمغة والباحثين العرب هناك طبيعة الحال معايير لم تلحق لها الجامعات العربية على اختلاف البلدان العربية ثانيا أن الإلاء الأهمية للبحث العلمي وتثمين مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى ما يسمى بالنقل التكنولوجي من المخابر ومن الجامعات إلى العالم الاقتصاد والمؤسسات وما إلى ذلك يعرف نوعا ما حركية في بدايتها فيما يخص الدول العربية بالمقارنة مع ناظراتها في الدول الغربية فيما يخص هجرة الأدمغة هي خسارة للدول العربية وعلى رأسها الجزاء التي لديها كفاءات علمية كبيرة في الدول الغربية ويبقى تحدي القطاع لكسب الرهان في النوعية ومكبة التطورات التكنولوجية بوضع آليات تجعل من البحث العلمي أداة تنمية اقتصادية الذي تحول بحض ذاته كمعيار تصنيف في خبر آخر كشفت وزارتها الداخلية والجماعات المحلية عن إدراج ترتيبات جديدة تتعلق بمنح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة المناطق السياحية في جنوب الجزائر وذكر بيان لوزارتها الداخلية أنه يمكن للراغبين في زيارة جنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة يمكنهم الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل إجراءات التأشيرة العادية كما يتم التكفل من طرف الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمدريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية ويستفيد السياح الأجانب مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظبة لهم تواصل عروض مبيعاتي الأثاث تسجيل تراجع وانخفاض مستمر بسبب شبه عزوف عنها يعود لعدة أسباب وعوامل تحدث عنها الناشطون في هذه الشعبة لمنير بن خوشح انخفاض نسبة بيع الأثاث بنسبة تتراوح بين الأربعين إلى الستين في المئة خلال الستة أشهر الأخيرة ركود كبير ما سهده الشعبة حسب تصرحات التجار الناشطين فيها لعدة أسباب أنه عاتب من تراجع القدرة الشرائية وظروف الشعبة نفسها لاحظنا في الأوين الأخيرة بالنسبة للجزائر انخفاض بنسبة البيع تقريبا بنسبة ما يتراوح 50% إلى 60% ما فينا نقول الجزائر هي المختصة هي مشكلة بريودة عالمية فترة عالمية انطلقت من بداية أزمة كورونا موضوع الاستيرادية حبس المواد الأولية بالتالي أثر على المستوى الغلاء في الصناعة السلعة وهذا أثر على بشكل سلبي على المستهلك الرقم الأستاسي والطلات الغلاء السلعة طرينا بشكل عام كمان سلعة ارتفاع الأثمان تاعها تجربة التاجر عبد الحليم التي حولته من صاحب محل ضخم لبيع الأثاث إلى بائع يقف مرتبه الشهرية المتواضعة من أحد محلات القطاع الذي كان يشط فيها تلخص فعلا ما باتت عانه هذه التجارة أنا كان عندي محل في مبيع الأثاث يعني مدة نقول لك بالك 17 سنة عقيدك أنا كان عندي حانود شوية كبيرة فأقلت النقص زيت كي نقص درت حانود شوية صغيرة بس كلي قلت لك نكره شوية رخيص زيت كيف كي مباك زيت جات موراها كورونا ضربنا فيتا عامين مخدمناش والناس والتي غير ولت الحوانة ما تدخلونش ما متحل ما يدخل لكش الحانود ما يدخلش والناس كانت تخاف المرض فألك ولينا خلصوا في الكلام وما نخدموش تجميد استراد الأثاث الخشبي منذ حوالي ثلاث سنوات ترك المجال أكثر للمنتوج المحلي المعروف بانخفاض أسعاره مقارنة بالمستورد غير أنه والآخر قد فشل لتنشيط مبيعاته المنتوج المحلي رأيه في تحسن كبير رأيه في تحسن كبير ولكن زيبون ما رأي شي شي العوامل الله يعلم من الجي ربما القدرة الاجترائية ترجع القدرة الشرائية وتجميد استراد الأثاث وتوالي المناسبات الاجتماعية المكلفة وحتى الوضع الاقتصادي العالمي كلها عوامل وضعت شعبة الأثاث على الرف وضمن خانة الكماليات أحيط الجزائر على غراري الدول أحيط اليوم العالمي للمسنين والذي يعد مناسبة لتأكيد التزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية المسنين ولحماية هذه الفئة العمرية قدمت جمعية إحسان مجموعة من الاختراحات كالطب الشيخوخية والتأمين لضمان دروف عيش لائقة بهم تحسيسي حول وضعية المسنين في مجال قانوني اقتصادي اجتماعي وخاصة صحي دولة الجزائرية تعطي لهم 3 دنيا والحمد لله راجز الجمهور يا ربي جازيها الدنيا وأخيرة طلحها ل700 ألف بسحنا دايما نزيدون طلبوا 700 أسكي يكفي هذا المسن مسكن بش يكون حر ويقدر يعيش في عائلة تاعه ويقول بلك أنا عندي صروفة من تكلش عليكم وعلى بك الأدوية رام غاليين بزيف الحفاظة التانية هم غاليين أو حتى الأكل ديالو يقول كنا نشارك كنا نبرزقينة تاني أتأسفت في 2009 لما جاء القانون قال لي قفلتنا 60 سنة عندك 60 سنة تخرجتها قاعد ماذا بيا يعيدوا النظر فيه حتى نستغل نقول العمال بصفة عامة كما رأي ديرا في يعني كل الدول في العالم يستغلوا الشجرة المثمرة ما زال تتمد ما تقصاش تشهد شعبة الدواج والمواشية العديد من التغيرات سواء على مستوى مدى توفر الأعلاف وحجم تكاليفها أو فيما يخص انتشار الأمراض الوبائية الفيروسية في الأوينة الأخيرة ولتفادي أي تدبدب في حجم الإنتاج بهذا القطع قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتوفير مختلف أنواع الأعلاف على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام منال نجاح في ذل ارتفاع تكاليف تربية المواشي والدواج ومع انتشار الأمراض المعدية أضحى الفلاح الجزائري يعاني من واقع ضاغط حيث وجد نفسه يواجه عرقيل عديدة قلصت من مردودية الإنتاج الحيواني وما زاد من معاناته هو ارتفاع أسعار الأعلاف ومدى وفرتها في السوق في الأشهر تقريباً لحوالي الثلاث سنوات الأخيرة هذه كان هناك تذبذف الأسعار حيث بلغ سعر الذرة حيث سبع الاف دينار جزائري سعر السوجة حيث تل مليون ومئتين للقنطار للأسف في اللاحين والمربين أغلبيةهم لا تلكوش وثاق هنا حبينا من الوزارة الوسية انظر بع الاعتبار والدير هوية للمنتجين العائليين وهكذا ان شاء الله هنترجع الازدهار للشعبة ويرجع أن يكون هناك استقرار في الأسعار وان شاء الله نطمئن المستهلك الكريم وأنه مننا برب ان شاء الله حوالي شهرين أو ثلاثة شهر يكون هناك استقرار في الأسعار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تسعى بالتعاون مع الديوان الوطني لتغذية الأنعام إلى تنظيم شعبة الدواجن والمواشي حيث أكدت على توقيف استيراد الأنعام تفادي لأي أمراض معدية والتوفير المستمر للأعلاف بالنسبة لتصريح البيان لدارة وزارة الفلاحة الأمس في حوالي وفرة الأمس هو خبر صحيح والمجمع هنا توفر مادة السوجة والميز بالنسبة لمادة الذرة السعر التاحة حاليا يتراوح من 4300 حتى 4500 دينار جزائري أما بالنسبة للسعر السوجة مزال ومرتفع بالنسبة للهواجن وعجول الفيروس هذا هو نوع من الألف الونزل بالصح مزال ما شخصه إن شاء الله هذا البحث جاري على مستوى المخابر إن شاء الله وإن شاء الله فيها خير يتأثر إنتاج الثروة الحيوانية بالعديد من العوامل الصحية والاستثمارية ومن أجل ضمان اكتفاء وطني واستقرار في حجم الإنتاج المحلي أكد المهنيون على ضرورة مراقبة السوق وتوفير الأعلاف وتنظيم بيعها بأسعار مدروسة فضلا عن تقديم الدولة كل الدعم للموالين ورفع كل العراقل التي تعيق نشاط تربية المواشي والدواجن يعتبر الاحتباس والحراري أخطر ظاهرة طبيعية تهدد الاقتصاد العالمي بصفة عامة ولا تستثني منها الخسائر في القطاع الفلاحي لا سيما أن الكثير من المختصين يربطون بين شح الأنطار وهذه الظاهرة وما تخلفه من كوارث طبيعية تسبب خسائر مادية وبشرية فأين هي الجزائر من كل هذا؟ الإجابة مع الكريبزيان فيظنة بأستراليا وإعصار يضرب اليهنان وليبيا وحرائق في مختلف بلدان العالم هي كوارث خلفت خسائر مادية ومالية كبيرة نجمت عن التغير المناخي بفعل الاحتباس الحراري الذي يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي فارتفاع درجة حرارة الأرض ولو بدرجتين مئويتين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إجمال الناتج المحلي بحوالي أربعة إلى خمسة بالمئة بالنسبة لإفريقيا وجنوب آسيا وفي الجزائر يعد الشح الأمطار وتهديد مصير حملة الحرث والبذر أكبر تجلل بهذه الظاهرة كل هذه التأثيرات تكون عائق للموسم الفلاحي لقينا التأثيرات الاحباس الحراري هذه السبت في الجفاف وبالتالي من يباشر الزراعة في بداية أكتوبر ومعتمدا على الزراعة المطارية السخوط الأمطار فقط تلقى البذول تتأثر ندوة ومحاضرات في جامعات ومدارس عليا منظمها بعض الفاعلين والبحثين في الجزائر للتنويه بخطر الظاهرة وترح أفكار وآراء لحل إرهاصاتها خاصة في ظل غياب خارطة وطنية واضحة المعالم فيما يخص مجابة التأثير الاحتباس الحراري على الاقتصاد من الجانب الحكومي المحاضرة لتناول تغير الطاقس والاحتباس الحراري والتغيير المناخي هذه المحاضرة لماذا ندرها في الإزال؟ لأن المدرسة العليجية للأعمال هي مدرسة عندها مسؤولية تجاه المجتمع وتجاه الطلبة خاصة والالتزام هذا وهي جسد هذه المسؤولية تجسد عبر لاديم راقش تعني ليسمها إيزافو قارا التي هي مقتبسة من طرق الري القديمة في الصحراء الجزائرية وضعوا خطة استراتيجية واضحة للأبعاد والمعالم على المدى الطويلة وتظافر الجهود والانخراط في مختلف المنظمات الدولية والعالمية الرامية إلى إيجاد حلول والحد من تابعات الاحتباس الحراري على الاقتصاد تبقى خطوات من الواجب الإسراع فيها لحماية الاقتصاد الوطني وغير بعيد عن الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث شهدت نيويورك هطول كميات قياسية من الأمطار تجاوزت 18 سنتيمترا ما تسبب في فيضانات وشلل مناطق سكانية واسعة كما أعيقت حركتها الصفر البري والانتقال عبر المترو ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية فإن التقس القاسي ناجم عن نظام ضغط منخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسية ما أدى إلى هطور أمطار غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية كذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا من ارتفاع درجات الحرارة بما يصل إلى 12 درجة مئوية فوقا متوسط في بعض المناطق ومن المتوقع أن تصل الحرارة في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوت ويلز الأكثر اكتضادا بالسكان في أستراليا تصل إلى 36 درجة وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة في عقاب رصد ظاهرة نينيو المناخية التي تم الإعلان عنها في الآوينة الأخيرة وترتبط عادة بدروف متطرفة مثل والجفاف وأصدرت سلطة والإطفاء الأحد تسعة قرارات حضر كامل لإشعال النيران لتقليل فرص اندلاع حرائق الغابات نعود إلى إفريقيا حيث أكدت جبهة البوليساريو السبت أن مصارها القضائية الذي تخوضه أمام محكمة العدل الأوروبية لوضع حد للاحتلال المغربي غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية يقوم على الأسس المتينة للحكم الصادر عام 2016 لحماية موارد الشعب الصحراوي حيث أوضحت جبهة البوليساريو في بيان لها على ضوء تحديد المحكمة لتاريخ الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر الجاري موعدا لعقد جلساتها العلنية بخصوص الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي شملت أراضي الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية ما أثر سلبا على الشعب الصحراوي وذلك بنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية كشف رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار درنا في ليبيا كشف عن تأجيل أعمال المؤتمر إلى الأول والثاني من نوفمبر في مدينتي درنا وبنغازي شرق البلاد وأرجع السقر الجيناني في مؤتمر صحفي تأجيل المؤتمر إلى منح الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الخاصة بعملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة وكان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي أسامة حمات قد أعلن عزم حكومته تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنا في العاشر أكتوبر الجاري بعد إعصار دانيال المدمر الذي اضرب المدينة والقرى المحيط بها في شرق البلاد قالت شركة بوتاشا التركية الحكومية للطاقة الأحد إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي 20% بالنسبة للمشروعات الصناعية الصغيرة إلى المتوسطة و20% في البئة للمستهلكين من كبار الصناع وأدفت بوتاشا أن سعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء تم رفعه والآخر أيضا 20% توقعت المملكة العربية السعودية أن تسجل ميزانية 2024 عجزا بقيمة 79 مليار ريال بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية زيادة الإنفاق كما رجحت استمرار تسجيل عز في موزنتي 2025 و2026 صار على للي رفعت وزارة المالية السعودية تقديرات نمو النتج المحلي لأنشطتها الغير النفطية هذا العام إلى 5.9% وفي بيان تمهيدي لميزانية عام 2023 توقعت أن تحقق فائدا خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال بإرادات 1.146 ريال ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال فيما قلصت وزارة المالية توقعاتها لنمو الناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة وتوقعت حكومة رياض تسجيل 73 مليار ريال عجزا في 2025 على خلفية ارتفاع المصروفات إلى 1.3 ريال في مقابل إرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال على أن ينتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليارات ريال بمصروفات تبلغ 1.368 تريليون ريال وتعقيبا على البيان التمهيدي لميزانية 2024 رجح مصيف الراجحي في تقدير له أن تكون الحكومة السعودية اعتمدت 82 دولار كسعر لبرميل النفط في تقديرات الميزانية معتبرا أن زيادة الإنفاق على قطاعات الدفاع والتعليم والصحة لعبت دورا في تحول الفائض المتوقع إلى عجز كما قدرت أن تسجيل الإرادات ارتفاعا طفيفا عما هو متوقع في الميزانية بفعل القطاعات الغير نفقية التي تمثل دافعا رئيسيا لنمو اقتصاد البلاد في آخر خبر في النشر نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس من أجل الفيضانات وإنما من جديد التكنولوجيا والهواتف الذكية حيث أرجعت شركة أبل بسبب ارتفاع درجة حرارة أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديد إلى عدة عوامل بما في ذلك وجود خلل برمجي في نظام iOS 17 للتشغيل وقالت الشركة في بيان لها إن إطار الهواتف الجديد المصنوع من التيتانيوم والمواد الداخلية المصنوعة من الألومنيوم لا يساهمني في المشكلة وذلك لأن هذه المواد تبدد الحرارة بشكل أفضل من الفلاذ المقاوم للصداء المستخدم في هواتف آيفون برو السابق آيفون برو وحرارته نختم به النشر قبل أن نفترق تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين بيان سياسة العامة للحكومة المرتقة بعرضه على البرلمان عين على القدرة الشرائية وأخرى على دعم الاستثمار بعد تقدم المسجل الجامعة الجزائرية تطلع لدخول تصنيف شانجاهاي في الفلاحة تطمينات جديدة بشأن قطاع الدواج وتابعت في النشر تساؤلات عن خطط الجزائر تجاه الاحتباس الحراري ركود ركود في سوق الأثاث تدني القدرة الشرائية من بين أهم الأسباب طيب المناو في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر